موبر منتخبنا الوطني وفي الحقيقة كان فيه مكلمة ما بين أجيري وما بين نجمنا المصري محمد صلاح محمد صلاح الفترة الأخيرة بيتعرض ليه انتقادات كتيرة جدا وتصرحات على مستوى يعني على كل الأسعاد محمد صلاح غايب عن التهديف محمد صلاح ليه مش بيهدف وفي الحقيقة أجيري اتصل بيه صلاح وكان فيه مكلمة ما بينه وبينه وقال له ركز في الملعب وملكش دعوا بأي تصرحات وانت مش محتاج ان انا اقول لك الكلام ده وفي الحقيقة كان داعم لمحمد صلاح جدا الفترة دي معانا خبر من سوبر كورا ماذا قال أجيري لمحمد صلاح بعد أزمة التصرحات الأخيرة خليني اسأل حضرتك وقوف أجيري بجانب صلاح بعد أزمة التصرحات الأخيرة شفتها الزي وده الشيء الطبيعي يعني الموديب الفني بيسند اللعيب وانا اصلا مش شايف ان فيه أزمة في تصرحات محمد صلاح انا شايف انه احنا بس في مصر يعني بناخد الكلام بحساسية شوية هو كلام الوقعي يعني هو محمد صلاح أحسن لعيب أفريكي في التاريخ ومصري وأفريكي والعربي اللي هو حققه ما حدش حققه خلص لحد دلوقتي بس احنا بمصر بناخد الامور بحساسية عشان هم مش متعودين ان حد يتكلم احنا دايماً عايزين ان يبقى فيه تواضع في الكلام نرى